السفير الأمريكي في نواكشود مايكل دودمان يقول إن الولايات المتحدة الأمريكية تتابع الانتخابات الرئاسية الموريتانية عن كذب واصفا إياها بأنها علامة فارقة في التطور الديمقراطي لموريتانيا وقال دودمان في بيان صادر عن السفارة الأمريكية في نواكشود إن واشنطن ملتزمة بالعمل مع الرئيس والحكومة المقبلين مرحبا بالتزام الحكومة الموريتانية بإجراء انتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة الشعب الموريتاني تصريحات السفير الأمريكي تأتي بعد أيام على زيارة للمبعوث الأممي الخاص إلى غرب إفريقيا ومنطقة الساحل محمد بن شامباس للعاصمة نواكشود حيث أعرب عن استعداد الأمم المتحدة لمواكبة المسار الانتخابي في موريتانيا وقد التقى المبعوث الأممي الرئيس الموريتاني ورئيس اللجنة الانتخابية إضافة إلى المترشحين للرئاسة بحث معهم ملف الانتخابات الرئاسية المقررة في الثاني والعشرين يونيو وكان رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في موريتانيا جياكو موديرازو قد أعلن في تصريح له مؤخرا أن الاتحاد سيبعث خبراء إلى موريتانيا لمتابعة الانتخابات الرئاسية مشيدا بقرار الرئيس احترام الدستور الذي يمنحه مؤموريتين فقط ويثير موضوع شفافية الانتخابات جدلا بين النظام والمعارضة في موريتانيا ففيما تعلن الحكومة حيادها تجاه العملية الانتخابية وتقول إن ملف الانتخابات بيد لجنة مستقلة تقول المعارضة إن جل أعضاء اللجنة الحاليين الداعمون للمترشح محمد للغزواني وقد جارت مفاوضات بين الحكومة ممثلة في وزير الداخلية واللا مركزية وممثلين عن التحالف الانتخابي المعارض غير أن الطرفين لم يتوصلا بعد لقرار مجمع عليه من طرفهما بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات المرتقب أن تشرف على انتخابات الثاني والعشرين يونيو الرئاسية